مرحبا، كيفكم؟ أنا اشتقت لكم كثير واشتقت لتعليقاتكم اليوم رح نحكي قصة حلوة كثير اسمها القبلة السحرية صباحية يلا، يلا نجد القبلة السحرية كتبتها سلمة قريتم ورسمتها مايا مجدلاني نعم، لقد قررت ولن يستطيع أحد في الدنيا أن يغير رأيه لا ماما ولا بابا ولا فيه الأحمر ولا حتى كنارية الأصفر أخبرت ماما هذا الصباح وبكل وضوح ونحن نتناول طعام الفطور ماما، أنا لن أنام بعد اليوم أنشوف حتنام ولا لا فوجئت ماما، واتسعت عيدها الصغيرتان ثم ابتسمت وقالت لماذا يا حبيبتي؟ كررت بصوت أقوى من صوت مضيعة الأخبار وأنا أهزر ملعقتي بحزمي ماما، أنا لن أغمض عيني بعد اليوم سأتركهما مفتوحتين من أول النهار لآخر وإذا ترأت الليل، سألتني ماما باستغراب سا ماذا يا زينة؟ شو حسب رأيك؟ همست في أذني ماما لا تقلق يا ماما، أنا سأجد حلاً سوف تخيف شمس الليلة حتماً ولن يجرأ على الاقتراب من منزلي أبداً يا لسعادتي، سأظل مستيقظة طوال اليوم ومضى النهار بدون أن أشعر بأي نعاس لكن لا أعرف لماذا عند تمام الساعة الثامنة بدأ جفناي ينغلقان ولم أعد أقفز بنشاط كنغلغري هنا وهناك والأسوأ من ذلك أن كناري الجميل توقف عن الغناء وبدأ يتثائب في قفصه لا تنام، أرجوك يا كناري، ماذا؟ صوت، صوتي نعيس أيضاً؟ أغمض كناري عينيه ووضع رأسه تحت جناحيه وغفا، لا مستحيل شكلها زينة ماما بسوطة توجهت نحن نحو نافذتي ونظرت إلى الخارج فوجدت الظلامة في كل مكان حزنت كثيراً دخلت ماما غرفتي وسألتني عن سبب حزني قلت لها، اللجل مخيف يا ماما، أنا لا أحبه وعندما أنام تأتي كل الساحرات القبيحات لتخطفني من سريري ثم تأتي البابير والديدان والأفاعة الشريرة لتأكلني كلي ولا تبقي حتى قطعة صغيرة من زينة أه يا زينة، إيش عم تفكري؟ ضحكت ماما كثيراً وهنا قطني وهي تقول لا تخافي يا حبيبتي لدي وصفة سحرية تجعل الساحرات والحيوانات المزعجة تختفي بسرعة ولن يبقى لها أثر لكن كيف يا ماما؟ سألت ماما فكركم ماما عند الحال؟ تعال شوف بعد أن لبست وجامتي طلبت مني ماما أن أستلقي في سريري وأغمض عيني بعدها طبعت قبلة على جبيني وقالت لي قبلة الجبين تطرد الساحرات القبيحات القبلة؟ ثم قبلت عيني وهي تقول قبلة العين تطرد الدبابير المزعجة ثم قبلت أنفي وهي تقول قبلة الأنف تطرد الديدان الشريرة ثم قبلت خدي وهي تقول قبلة الخد تطرد الأفاعي المخيفة لن تصدقوا ما حدث معي لقد غفوت بسرعة يا إلهي وفي تلك الليلة لم تأتي ولا حتى نصف ساحرة قبيحة إلى سريري فقط مكنستها زارتني وكانت محملة بسلال ملأة بالفراشات والأفيال الحمراء والبالونات وبوض الحليب بالشوكولاتة والعقود الطويلة الملونة وهيك حكينا قصة زيناء والقبلة السحرية وأنتم من البيت مين بيعطيكم القبلة السحرية؟ هل بتساعدكم القبلة ولا شي تاني؟ ش رأيكم تخبرونا؟ ورسمو لنا أحلامكم الحلوة ويحكو لنا عننا وحاليا لحتى ما تلاكوا أنتو كمان الخلطة السحرية لحتى نبعد كل الأشياء الشريرة يمكن خلوا ماما أو بابا أو تيتا يبسوكم هون وهون 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 أنا هيك بعمل معريمة بالبيت وعلى طول بيزبط احكو لنا أنتو كمان قصتكم وشاركونا بأحلامكم وصورو لنا إياهم هنستنعهم فارغ الصبر لحتى نشوفهم وإنكم مني تحية وإلى اللقاء باي باي